بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقص ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكربان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من بارج من نار فبأي آلاء ربكما تكربان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكربان مرج البحرين يلتقيان بينهما برغخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكربان يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكربان وله الجوار المر وشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكربان كل من عليها فان ويبقى رجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكربان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكربان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكربان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكربان يرسل عليكم أشعار من نار ومحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكربان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكربان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكربان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكربان هذه جهنم التي يكرب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء ربكما تكربان ولمن خاف لقوم ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكربان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكربان متكئان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكربان فبأي آلاء ربكما تكربان فبأي آلاء ربكما تكربان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكربان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكربان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهن خيرة حسان فبأي آلاء ربكما تكربان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكربان فبأي آلاء ربكما تكربان متكين على رفرف قضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكربان تبا وتسمع بك ذي الجلال والإكرام تبا وتسمع بك 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 تبا وتسمع بك